يا مساء الخير ويا أهلا وسهلا بكل أهلوية في حلقة يوم المباراة الأهلي والاتحاد السكندري وسريعا جدا لأن حلقتنا النهاردة فيها موضوعات وتفاصيل كتير جدا البداية مع كلمة كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأسطورة النادي الأهلي الحقيقة لكل الجماهير الأهلوية بشكل خاص وكل الجماهير وكل تبعتها مبارح تعليق سريع جدا على الأسلوب والمضمون هكذا عودنا النادي الأهلي الخلوق المحترب كابتن محمود الخطيب بارح قدل ببيان كلم فيه على كل الملابسات والموضوعات المطروحة على الساحة ووضح فيها وجهة النظر النادي الأهلي وهكذا كان وهكذا ظل النادي الأهلي يدافع دايما عن الأخلاق في وقت للأسف الشديد جدا بقى كتير من الناس وأنا آسف أن أقول هذا يظنوا أن الأخلاق العالية وأن الاحترام حتى ولو كان مع الغير اللي في موقف الضد يعتبر ضعف وفي وقت ظننا البعض أن الصوت العالي والبلطجة من الممكن أن تعتبر مصدر قوة للأسف الشديد ده فيما يتعلق بالأسلوب أما فيما يتعلق بالمضمون الحقيقة مبارح وأنا بسمع كلمة كابتن محمود الخطيب معرفش ليه حصلت المقارنة بشكل مباشر بينما حدثت من ملابسات تخص نهاء دور الأبطال والبيان الأصدار النادي الأهلي على لسان رئيس مجلس أدارته الكابتن محمود الخطيب فيما يتعلق بالمسابقات الأفريقية عموما ولبسات نهائي دور الأبطال الأخير بشكل خاص وهنا هقف الحقيقة زي ما هجمت اتحاد الأفريقي في التوقيت ده وقلت أنه كان واحد من أسباب المباشرة في عدم دعم النادي الأهلي سواء في مشاركته في نسخة كاس العالم الأخيرة بصفته ممثلا عن القرى الأفريقية أو فيما يتعلق بفكر التكافؤ الفرص المفروض أن يتمتع بيها كل الفرق اللي بتشارك فيه بطولة دوري أبطال الأفريقية بما أنها البطولة الأهم والأكبر على مستوى القرى في النهائي الأخير أمام الولايات المغنبي اللي حصل بعد البيان أنه رد الفعل من اتحاد الأفريقي كان في منتهى الإيجابية والناس طلعت وفندت وصححت مصار وأعلنت أنه الأهلي كان عنده حق لما طالب مثلا أنه البطولة تقام بنظام يتناسب مع طبيعة ومع إمكانيات القرى الأفريقية والأنداء الأفريقية وده حصل بشكل مباشر وأكد عليه التحاد الأفريقي في النسخة اللي جاي أما فيما يتعلق بكل ما جاء على لسان كابتن محمود الخطيب بالأمس في البيان الصادر واللي متعلق بكل المواقف أو كل المشكلات اللي حصلت على مستوى الداخلي على مستوى المحلي على مستوى المسابقات المحلية أعتقد أنه يجب الرد وبسرعة الحقيقة لأكتر من سبب من وجهة نظر واحد إذا كنا حارسين وهنا أنا بتكلم على كل المؤسسات المعنية بالرياضة في مصر كنت بتكلم على وزارة شباب ورياضة كنت بتكلم على التحاد كورة كنت بتكلم على ربطة أندية كنت بتكلم على لجان نوعية لجنة مسابقات لجنة حكام إلى آخره واحد إذا كان فيه إرادة حقيقية إذا كان فيه نية واضحة لتصحيح مصار فأعتقد أنه كل النقاط اللي أثارها كابتن محمود الخطيب يجب الرد عليها وتوضحها نمرة اتنين أنه كل حد يجب على كل من هو في موقع مسؤولية أنه إعطاء كل ذي حق حقه يعني فيه حقوق كتيرة جدا للنادي الأهلي أهدرت بسبب عدم كفاءة بسبب عدم دراية بسبب جهل أو بسبب فساد محدش هنا يقدر يجزم بشكل قاطع إيه السبب اللي وصلنا للحالة اللي إحنا فيها هنا على مستوى تنظيم المسابقات محدش ينكر أنه فيه مواقف كتيرة جدا جدا ثابتة فيها بالدليل القاطع حالة تربص واضحة بالنادي الأهلي نمرة تلاتة وده مهم جدا 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 ويهم كل قطاعات الجماهير في مصر مش بأتكلم بس على لسان جماهير النادي الأهلي أنه يجب على كل مسؤول في موقع مسؤوليته أنه يأكد أنه هذه الجهات اللي أنا ذكرتها بداية من وزارة شعب ورياضة تحت كورة ربطة أندية وأواء إلى آخره تنفي عن نفسها شبهة التواطئ أو الانحياز والتحيز لأندية أو لنادي على حساب بقية الأندية المصرية كلها مش بس على حساب النادي الأهلي ده إجمالا ولينا وقف الحقيقة في تفاصيل كتيرة جدا مع كلمة كابتن محمود الخطيب بس هتسمحوا لنا قبل ما نبدأ حلقتنا النهاردة طبعا هنتكلم على مباراة الأهلي في توبيه الجديد يعني أمام الاتحاد نتمنى إن شاء الله التفيل في رقيتنا خلينا نروح لفاصل ونرجع نبدأ حلقتنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر